اللولب الهرموني هو نوع من أنواع اللولب الرحمي لمنع الحمل على شكل حرف تيوضع داخل الرحم ويطلق كمية ثابتة من هرمون البروجستروين الذي يؤثر موضعياً على بطانة الرحمي لمنع حدوث حمل على مدار سنوات آلية عمل اللولب الهرموني يعمل اللولب الهرموني عبر إطلاق هرمون البروجستروين الاصطناعي في الرحم فيمنع الحمل من خلال ما يلي زيادة لزوجة مخاطي عنق الرحم مما يعوق وصول الحيوانات المنوية إلى الرحم التقليل من العمر الافتراضي للحيوانات المنوية في الرحم تقليل سماكة بطانة الرحم ما يحول دون زرع البويضة المخصبة في الرحم ويقلل من غزارة الحيض منع حدوث عملية التبويض ما مدى فاعلية اللولب الهرموني يعد اللولب الهرموني من وسائل منع الحمل الفعالة والذي قد يدوم تأثيره من ثلاثة إلى خمس سنوات وقد يمتد مفعوله إلى ثمانية سنوات بناء على نوعه وتصل نسبة نجاح اللولب الهرموني في منع الحمل إلى أكثر من 99% كيفية تركيب اللولب الهرموني يمكن تركيب اللولب الهرموني في أي وقت خلال الشهر ومع ذلك يفضل تركيبه خلال فترة الحيد حيث يكون عنق الرحم مفتوحا إلى حد ما تجرى عملية تركيب اللولب بواسطة الطبيب في العيادة وعادة ما تستغرق ما بين 5 إلى 15 دقيقة وتتضمن خطوات تركيب اللولب الهرموني ما يلي الاستلقاء على سرير الفحص ادخل منظار في المهبل للحفاظ على المهبل مفتوحا تطهير المهبل وعنق الرحم قياس طول الرحم وضع اللولب في أنبوب التركيب ومن ثم ادخاله عبر عنق الرحم إلى الرحم وضع اللولب في مكانه أعلى الرحم بسحب أنبوب التركيب بلطف بحيث تتحرر ذراعي اللولب لتثبيته في مكانه اخراج الأنبوب من الرحم قص خيط اللولب بحيث يصبح طوله في المهبل من 2 إلى 5 سنتيمترا تقريبا ترجمة نانسي قنقر